اشتركوا في القبائل هذه اللخرتة عزوه بيراس ما يقدرش يشدها وضعية الشابيبة أو تكلم كثيرا وش نهضر وش قال رشيد عزوه نائب رئيس مجلس إدارة شابيب القبائل فيارون تيرو بيراس قال لك وميفرياش في وضعية الشابيبة عندما تسلمنا زمام الأمور وجدنا 180 مليار دين ومشاكل لا تعد ولا تحصى قيمة أسهمي 203 مليون سأتنازل عنها نهاية الموسم ولن أبقى في محيط الكرة المساهمون واحد ما يحبروه إيروه وأقول لهم يجب أن ترحلوا نهاية الموسم ترسيم الأمور مع موبيليس سيتم في يوم ستا ماي وأقول الأنصار شابيب قبائل كلنا راحلون نهاية الموسم وهذا هو وقع لكم أن يمساهم ومسمح في أسهمه حسب تعبيره أكسماته وش قال مسمح في أسهمه التي تقدر بمئة مليون لأن القيمة هذه تقريبها وهضر عيال لشان في أول عام وأيضا تكلموا في صفحات الفيسبوك قالوا القيمة 203 ملايين هذه قيمة أسهم راشيد أزوه أيضا في الأخير ختمها قال لكم بلي موبيليس كما جيش موبيليس الشابيب ستذهب إلى الضياء ومزيجة موبيليس هذا ما قاله راشيد أزوه للصحافة في تصريحاته اليوم ما رأيكم في هذه التصريحات وش رأيكم في قضية أنه سمح الأسهم بتاعه وبيرات مايفريهاش في شبيب القبائل لايك على الفيديو أبوني في القناة وتركونا تعليق في فيديو جديد وأخبار جديدة سلام